يتهمنا كثيرون بأننا كفر وملحدون والبعض يتفنن أكثر ويتهمنا بالعمالة للغرب ولحسم هذا الموضوع سأقدم جوابا حاسما كما أعتقد يوضع لمن يحاول أن يحيد الموضوع أو ما نناقشه في قضايا أخرى لم نتطرق عليها ولا ننوي أن نتطرق عليها نحن هدفنا واضح هو أن نناقشة الدين الشاع الموجود هذا الدين الشاع الموجود هذه مواصفات كل ما في الأمر ليس مسألة الحرب على الدين وما إلى ذلك فقرات هذه الحلقة ستكون من عند أجزاء أول جزء الأول سأستشهد بتصريح لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول نشر الوهابية في العالم العربي والإسلامي ومن دفع بهذا الأمر أيضا الجزء الثاني رح رجبه على كل من يتحدث عن الدين أو عن أي قضية سياسية أو اجتمائية في واقعنا العربي الإسلامي يتهم بالعمال للغرب أو تلقى أي اتهامات بشكل جزافي أيضا أجابه السؤال الذي يتهمنا بالكفر أو يتهم كل من يحاول أن يفتح يدلي بدلوه ويطرح رأيا أيضا سأحاول أن الفقر الرابع سأتحدث عن هل أن الدين تجارة أم أن التجارة هي الدين أو بمعنى هل أن الدين هو أداة أم أن الأداة هي الدين أيضا سأتناول الموضوع بالفقرة الأخرى رح أتحدث عن أنواع استخدام الدين فهي سوى على مستوى الدول أو على مستوى التجار والطبقات الاجتماعية أو على مستوى الأفراد تحديدا بالأخير رح أتناول موضوع ما الغاية من هذا الفيديو يعني ماذا نريد لأي نقطة نريد أن نصل فكونوا معي أصدقائي السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته هذا هو التصريح الذي يعني قال فيها الولي العهد السعودي ساعدنا في نشر الوهابية وقد أخطأنا وفي هذا التصريح قال فيه الأمير السعودي في مقابلة مع واشنطن بوست قال فيه بأن بلاده دعمت انتشار المذهب الوهابي الإسلامي المحافظ في العالم لمواجهة التمدد السفاياتي خلال الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرئيس مالي وردا على سؤال للصحيفة وتعلق بجهود الإصلاحية خاصة بحقوق المرأة قال بأنه يعمل جاهدا لإقناع الغيادات الدينية المحافظة بأن القيود المفروضة اليوم في مجالات متعددة ليست جزءا من العقيدة الإسلامية وحول هذا السؤال حول الانتشار الواسع للمذهب الوهابي الذي تتبنى السعودية والذي يتهم بكونه أحد المصادر التي تحظه على العنف كشف بن سلمان أن استثمار بلاده في بناء المساجد والمدارس الإسلامية في الخارج كانت سياسة متبعة خلال الحرب الباردة وأن الرياضة امتثلت لطلب الحلفاء في استخدام مواردها المالية لمنع تمدد الاتحاد السفياتي في الدول الإسلامية بمعنى أن هناك كان مشروع مشترك مصالح مشتركة أن هناك الحلفاء طلبوا مننا هذا الشيء ووجدنا بمعنى معاني أن هذا يتوافق مع مصالحنا ومخاوفنا من التمدد السفياتي أو الروسي وهذا الأمر أسفر عن هذا الخير العميم الذي انتشر في عالمنا العربي الإسلامي والذي راحت ضحيته عشرات الملايين بشر فضلا عن عشرات الملايين من اللاجئين ودمار كامل في عدد كبير من الدول بدءا من العراق، إفغانستان، سوريا، لبنان، اليمن، ليبيا ودول أخرى كثيرة في الأفريقية وإضافة لتخلف مستمر على جميع الأسعدة في معظم هذه البلدان والبلدان الأخرى أيضا في مصر عانت ما عانت من هذا الموضوع عموما الموضوع بالنسبة لي أنا لا لست ممن يؤنون بالسياسة هذه السياسة دعا من طبيعتها سياسة حقيرة وفيها مصالح وفيها مؤامرات وتداخلات هذه هي طبيعتها السياسة هكذا لكن ليس هذا الموضوع الذي أريد أن أركز عليه فهو ليس من اختصاصي ولا أفتفيه ولا أنتقد ولا أتضاد إنما أنا دائما ضد أي شخص يمارس العنف بأي شكل من الأشكال وبأي حجة كانت سواء كانت حجة مقدسة أو حجة إخلاقية أو حجة وضعية أو حجة علمانية جميع أنواع العنف مرفوضة نهائيا لهذا السبب أنا لا علاقة لي بالسياسة ولا أتحدث بها لكن الموضوع الذي يتحدث به بأنه هناك من يتهمك ويقول لك بأنك أنت الذي المتهم بالعمال الغرب الآن نعرف من هو العميل الغرب هل هو الإسلامي أم التنويري هناك تنويرين أشكال لكن عموما التنويرين هم ناس مقموعون وليست لديهم أي منافذ للتعبير عن آراءهم وعندما يعبروا عن آراءهم يصبح يتحول الجميع إلى الشجعان وكل واحد يصير عن ترى النشادات في رأسنا بينما هو دليل معتقر لا يستطيع أن يتفوه بكلمة في بلاده أو في مدينته أو حتى في بلاد الغربة لا يستطيع أن يتفوه بكلمة لأنه يخشى من شيخه ويخشى من جماعته أن يقال له بأنك أصبحت مفتونا أو مرتدا أو ملحدا أو شخصا تريد الخروج على الجماعة وشقي صفوفها فبالتالي هذا ماذا يفعل؟ يصبح شجاعا على أمثالنا ويعني صنديدا بطلا مغوارا يقول أنتم الكفرة وأنتم الكذا والكذا ويطلع هنا كلين أنت الصهيوني وأنت الكذا وهذا كلام يعني الهدف أنه كثيرين يعرفوه لكن الهدف أنه علينا أن يعني أن دعوتي أنه نصبح شجعان نصبح على حتى لو أنت عندك بثل إيمان لا لا ما عنده مشكلة معك لكن كن رجلا كن حقيقيا كن واثقا من أنك ليست إلا أداة تم جرى استعمالها وجرى غسل دماغك بطريقة وبخرى تنفيذا لمخططات سياسية ومخططات دول كبرى وقضايا معقدة جدا لسنا على دراية بتفاصيلها وظروفها وشروطها واشتراطاتها ويعني إرغاماتها على الجميع هناك طبعا دولة تدخل حرب مضطرة أو رئيس يكذب أي رئيس سياسي يعني أنت في سوق السوق المصالح المصالح العليا وليس مصالح اقتصادية فتتخيل إذا عندما أنت إذا واحد مشتور بالتجارة إذا عنده بضاعة يبيح أو داخل في السوق وأكو ألف منافس فبالتالي يستخدم كل الطرق لأن يحصل على فرصته فكيف الحال بالدول ومؤسسات عملاقة فبالتأكيد لا يمكن أن تكون هناك أخلاق في هذه المسألة هناك مصالح وممكن كل واحد يمارس شطارته في هذا الموضوع وإستراتيجياته الخاصة فاللي أدعو أنه مثلا أنت عندما تجي تتهمني بالإلحاد وأنا ضد الإلحاد أدي حلقات ضد الإلحاد وأيضا عندي حلقات ضد العلمانية وأيضا عندي حلقات ضد ديمقراطية وهما ليس بموضوعي أصلا وأدي حلقات ضد الغرب والغرب ليس بموضوعي كل هؤلاء ليسوا لا الغرب موضوعي ولا الإلحاد موضوعي ولا ما رحم بالي الإلحاد والصهيونية والسياسة عموما ليست موضوعي وحتى الدين المعنى النظري ليس موضوعي معني فقط الدين الشاع الدين الموجود الدين الموروث الدين الذي نراه على الأرض يعني أو في الواقع أو في النفس أو في السلوك أو في التصرف هذا الدين الذي أتحدث عنه عدم أذهب إلى النصوص أقول لك النصوص هي هكذا أنا أتحدث عن هذا الموضوع هو هذا محط الشغالي وليس بهدف أن أقول أن الدين سيء سأوضح هذا الموضوع ولا بهدف أنه أحارب الدين لا موضوع مختلف تماما وسأوضح هذا فعليه فأرجو أن يصبح من يتهم الآخرين يتهم من يتحدث ويحاول أن يقدم نصيحته ورأيه بالإلحاد وبالكفر علي أن يتروى قليلا ويصبح شجاعا ويحاول أن يفكر أو يصمت لأنه الفضيحة بجلاجل يعني أنت هو نفس الذي يتحدث ويتهم الآخر هو متسلف وفقا يعني هو ضحية من ضحايا النشر الوهابية السلفية في العالم العربي والإسلامي والعالم الغربي أيضا العرب الموجودين هناك عادة والمسلمين فهو أيضا هو أصبح وتسلفن بناء على الأموال التي دفعت لأمة المساجد وأموال بالمليارات يعني وما زالت تدفع طبعا السعودية سهبت الموضوع ما زالت قطر تشتغل وأيضا تركيا تشتغل وأيران تشتغل طبعا فما زالت دفع مستمر وهذا كل الداخلين في معمعة الصراعات صراعات موجودة لكن هي المشكلة يعني خلي تكون صراعات على الدين أنه على دين أحسن من دينك ومذهب أحسن من مذهبك لكن المشكلة هذا الصراع لا يؤدي إلى إلى تفاعل إلى تقدم أنه يعني عادة حتى بالدول الغربية تلقى هناك صراعات بين التائرات مختلفة هاي تياري مينة هاي تياري ساري هاي تياري ساري الوسط هذا كذا هذا كذا لكن هذا الحراك كل يشتغل تحت سقف الدستور أو حقوق الإنسان أو الدستور الخاص المعمول به في تلك البلدان الغربية المتقدمة فالمتقدمة حضاريا يعني مو متقدمة والضرورة إخلاقيا لا متقدمة حضاريا وإنسانيا وصناعيا وعلى جميع المستويات حتى رياضيا فعدما هؤلاء يتنافسون يتنافسون وتجد أن العتلة تتقدم إلى الأمام يعني يتنافسون داخل إطار الزمن ويصلون إلى نتائج دائما تجد أنهم الدول العالم المتقدمة تتطور يوما بعد آخر هناك طبعا ثغرات يعني مشاكل كثيرة لكن هما دائما يعني اتهم اكتيفيتي أو يعني اتهم قدرة على المراجعة والنقد الذاتي حتى لا يقال أن هذا أنا حاولت أتأكد من هذا التصريح هل هو دقيق أو لا فذهبت سويت بحث سيرش ووجدت أنه فعلا يعني التصريح صحيح لأن كما يعرفون هناك صراع بين القطر والسعودية وهذا ما أعرف ما أفهم فهذا ومن ثم بيناتهم حساسيات كثيرة والبعض يتصيد الآخر وهناك يعني كل واحد عدة فريقة الجيش الإعلامي أو الإلكتروني الخاص به وهذا طبيعة الدول عادة يعني هكذا يعني أتهم دائما جيوش الإلكترونية خاصة بكل جماعة وأتهم فرق التابع والدقق وهذا مسألة يعني ليست بالسر لكن حتى أتأكد من دقة الموضوع رحيت على السيرش ووجدت وحتى تشوفونا هذا هو الخبر كما ترون وهنا بس ومأكد على موضوع كوشنار دينيز ساودي برينس دينيز كوشنار is in his pocket فهنا أعتقد يتحدث عن الموضوع يعني الموضوع الرئيسي the official position لا الله هكذا هكذا هيا ذكر هيا ask about ساودي funded spread of وهب ism بعدين قال انه انكيك دوم that some have accused of being a source of global terrorism محمد said that investment in mosques and مدارس were rooted in the cold war when allies asked ساودي arabia to use its resources to prevent inroads in muslim countries by the soviet union هذا التصريح مارش 2018 يوم 22 مارش هذا أيضا شفت بيوكات الصحافة الفرنسية أو فرنس 24 موجود تصريح نفسه الاستثمار في المدارس والمساجد حول العالم يؤود إلى فترة الحرب الباردة وهنا طبعا المعلق يعني المعلق في القناة الفرنسية قال بأن السعودية تدفع عن نفس التهمة بأن هي التي نشرت المذهب الوهابي وسلفنت الناس كلها والبشر كلهم العرب والمسلمين أغلبية صار هو المذهب السائد تقريبا فقال بأن السعودية ردت هذه التهمة وقالت بأن المسألة لها علاقة بأمر من أمريكا ومن حلفاء السعودية والتعليق على الموضوع أقول هو واضح أن المسألة هي ردة حتى الخميني دخول إلى إيران سنة 79 أيضا من أنواع الرد على الامتداد الروسي أو السفاياتي في ذلك الوقت الماركسي والشيوعي ونجحت طبعا فعلا نجحت هذه المخابرات الدول الكبرى في القضاء على هذا على التمدل السفاياتي وسقطت بعد ذلك بعشر سنوات سقط الاتحاد السفاياتي وإيران نبس بعد ذلك أصبحت القضية حركوا عليها صدام وصدام يعني كأي واحد عبقري راح طبوا بهم ثمان سنوات برطنا وعني كان أمري كان مستعيس سنة ودورطنا بها وقلنا على ثمان سنوات حرب كاملة دمر حياتنا وبعد ذلك دمر حياتنا أكثر دخل للكويت يعني هي من تداعيات الموضوع ومن تداعيات الكويت أيضا سنة 2003 دخلوا وطلعوا من الحفرة طبعا وكان بطل العالم قال عندي مليونين دول جندي حد سنة 2002 مسجل جندي يعني تخيلوا وبعدنا على احتياط يعني بعد الحرب 2002 يعني 22 سنة بعد حرب إيران قالت تعال رجع أخدم حيات على شنو ما تعرف احتياط يسموها وكانت في الحقيقة لأنه كان مفلس فكان الهدف أنه وفر موال للضباط الموجودين في الجيش العراقي ورحت الوحدة العسكرية شبت يعني المكان على حدود العمارة مكان خرب وحتى الدبابات يعني من قبل الحرب العالمية الثانية يعني كل شي ما كان قالوا تعال دخلوا ودخلوا نصف قالوا دفعون جيد دفعون فاضطرت الناس قال دفعوا ورجعوا يلا روح الهلكم يعني واضح كان هدف بس دفع فلوس لأنه عموما نحن تورطنا بهذه الحروب التي لا تنتهي وكانت نتيجة تدمير بلد مثل العراق بلد عظيم العراق بلد أعظم وعظيم أيضا مثل سوريا شعوب عظيمة يعني لا يمكن وصف حجم الدمار الذي حصل في هذه بلدان حجم تدمير الطاقات هذا النزف الحقيقي بطاقات جبارة وعقول جبارة كلها دمرت والآن تعاني يعني خلصت من هذا المد لكنها تعاني الأمرين من هذا الأمر هاي بلدان العظيمة الآن ونشحت الخطة يعني هي هاي الفكرة نشحت الخطة وصقطت هاي الدول والشعوب الآن في حال يرثى له ولن تنهض إلا بعد ربما لا أعرف خمسين عاما وستين عاما إذا تركت لها الفرصة لتنهض لتنهض مرة أخرى وهنا يبرز السؤال هل الدين هو أدات بيد السياسيين أم أن الحقيقة هو الدين أصلا هو أدات جرى اختراعها لتكون سلاح بيد السياسيين بعد الفاصل طبعا هناك مشكلة دائما أو خلط بالفهم دائما موجود أد كثيرين أو طبعا لم أجد أو الأغنبي العظمى بين الدين بأتوصفه تجارة أو أدات يستعملها كل من هب ودب أو بأتبار الدين هو الأدات أنا رأي أن الدين هو جرى اختراعه وجرى إيجاده لكي يكون أدات بيد الجماعة البشرية فالجماعة البشرية لم يعني ليس هو ليست عندما تعطي مثلا حاكم أو سياسي ويستعمل الدين لأغراضه فهو بالتالي هو يستعمل شيء موجود وموجود لكي يكون أدات هو بالأصل الجماعة البشرية اخترعت الدين ما نسميه أو الظاهرة الدينية لكي تكون أدات تعمل في صالحها رجل رجل السياسة ورجل الدين يأتي لينسق العملية لا أكثر ولا أقل وعليه فأنا من يتحدث عن أن هناك من يتاجر في الدين هو لا يفهم ما معنى الدين أصلا لأنه عليه عدما يرجع ويدقق بالأمور ويتأمل في أعماق الأمور أو الأفكار والظواهر البشرية سيجد بأنه هو الدين أصلا أدات يعني هو ليس يستعمل كأدات إنما هو بحد ذاته أدات تستعمل لكي تستخدم وهذا بالفعل ما فعلته أمريكا وعالم الغربي وما فعلته حتى الدعوة المحمدية استعملت الدين أدات لحكم الناس وقالت هذه الأدات هناك إله وهناك شريعة وهناك قرآن وهناك كذا وهذه يجب أن تطيع الدين وأن الدين عند الله الإسلام فهذه الأدات نجحت وهناك أدوات أخرى كثيرة هناك أديان كثيرة ظهرت المعنوية مثلا وأديان انتهت المذاهب المسيحية كثيرة مذاهب إسلامية كثيرة بزمن رسول الأحناف وغيرهم أيضا كلهم انتهت بالتجارب لأنها ربما لم تتوافق مع واقع الحال ولم تجد القوة التي تقف إلى جانبها الظروف سنحت مع الرسول الكريم ونجحت عده وأصبح هذا الدين هو الحاكم والمسيطر فبالتالي هذا الدين أصبح أداة مناسبة وممتازة ووجد الحكام بعد ذلك أنها الأداة النافعة لهم وحققت أراضها وجرت بعد ذلك طبعا الدين البسيط كان في دولة المدينة واليثرب دولة يثرب ونشأت بعد ذلك أدما اشتاح البلدان ووجدوا أن لديهم نصوص هذا النصوص صالحة لأن يتم ابتكار دين متكامل من خلالها وحدث الذي حدثه وظهرت صراعات امتدت ثلاثة مائة عام تقريبا بعد قرن من الفتوحات وجدوا الأمويين يعني نهاية ضرورة أن تكون لديهم دين خاص مستقل عن الأديان الأخرى وهذا الدين كان يمثل للدولة لأنه لم يكن من ممكن أن يعني يستعينوا بالدين المسيحي لأنه كان الدين المسيحي محسوب على البيزنطيين فليس منهم عقول أن تتبنى مذهبا مسيحيين وحتى لا تبنيت مذهبا مسيحيا فهناك مذهب مسيحية تميل إلى الفرس وأخرى تميل إلى الرومان فبالتالي كان هو الحل الوحيد الباقي أن يجري وضع دين جديد والنصوص موجودة جرى وكلفه مجموعة من الناس في البصرة في الكوفة المثقفين هؤلاء بقايا الأمم السابقة ومن المثقفين السريال ومثقفين الفرس ومثقفين المسيحيين الآخرين هؤلاء كانوا خبراء بهذه الأمر ولديهم قدرة على ترجمة الكتب ترجموا الكتب وظهرت بعد ذلك الصراعات وظهرت بعد ذلك المذاهب الدينية وإلا فأن نحن لم نسمع بوجود مذهب إسلامي في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد الأمويين إلا مذاهب يعني الدعوات عائلية مثلا عدل خوارج فكرة لكن فكرة بسيطة بداية أن الحكم إلا لله وصلتنا روايات لا نعرف ما هي الحقيقة فعلى كل حال أشياء بسيطة بعد ذلك بدأت بدأت الدين يأخذ مدى الواسع وبدأ فعلا هناك شيء اسمه دين دين مؤسس يعني مؤسسة حقيقية وليس مجرد نصوص وكلام وأحكام عامة وهذا بفضل ترجمة كتب الفلسفة اليونانية واعتماد أخذوا بعد ذلك المنطق العقلي الذي يجري من خلال استنباط الأحكام والاستدلال عليها من هنا أقول بأن الدين هو أصلا أداة وغلط ومن الخطأ أن نقول بأن هناك من يستعمل الدين ويتاجر بالدين هذا أصلا كلمة تجارة هي بالأصل تعني البشار والتبشير الديني يعني هو أصلا هناك تسويق للدين يجب أن تسوق للدين الذي تتبنه أنت وبالتالي أنت لابد وأي تسويق أي عملية تسويق وتبشير بقضية معينة لابد أن تصددم بالآخرين لأن الآخرين أيضا لديهم بضاعتهم التي يصدرونها للآخرين لجماعتهم فالكي تخترقهم يجب أن أن تؤكد أنك تمتلك بضاعة ممتازة أو للمبضاعتهم فبالتالي هذه العملية لم تكن ممكن إلا بتقديس وضع أهالة من القداسة على الخطاب الذي أروجه وأقول أنه له علاقة بالماضي وأن لديه كتاب أتاني وإذا أتاني وحي يعني ليس طعلا بالدين ليس هذا هدفي إنما أنا أتحدث بطريقة واقعية منطقية عقلانية أما أنت تؤمن هذه المسألة أخرى خليها مساحة نحن هنا لنسنا في جامع أو معبد ديني نتحدث بطريقة إيمانية من لا يعجبه هذا القرح لا لا تنفعه هذا القناة هذا القناة لا تنفعه بصراحة فهي لا يعني لا تطبطب على كتفيه نحن هنا واحة للفكر والتفكر والنقاش وهناك حرية كاملة بطرح أي شيء أختم أفقر أقول بأن الدين كما قلت هو سلاح هو سلاح أصلا بطبيعته معنى أن مثلا السيف هو سيف يعني لا تستطيع أن تقول هذا السيف نستعمله لتخشير البصل مثلا هو للقتل فالدين كذلك هو الدين موجود لكي يمارس فعل سلطة على الآخرين وفرض قوانينه وأعرافه لا الدين ما عنده قوانين أحكامه وآدابه الخاصة وفرائضه طبعا ومن يعترض طب الطبع هو كافر ابن ستين كافر وزنديق ابن ستين زنديق وإن لم يفعل الدين هذا فلن تقوم له قائمة هناك أدان أخرى منافسة كثيرة ستسقطه حتما ومقولة القرضاوي الشهيرة أنه قال لو لا حد الرد لما استمر لما استمر الإسلام حتى يومنا هذا وهذا كلام واقع وملطق جدا معنى أن القرضاوي يعرف حقيقة الأمور لكن العتب على الذين غسلت أدمغتهم وأو استطابوا أو استمرأوا الغسل الأدمغة لأنه مريح بالنسبة لهم وأنا أعذرهم بالمناصبة لأنه سلطة هائلة لدى رجال الدين ورجال السياسة من يكون أنا أو أنتم ما يوعد أن يواجه هذه السلطة فبالتالي أمام حلين أما أن يندرج ويخضع لقوانين الدينية أو السياسية الموجودة في مكان تواجده أو يصبت أو مثل مثلا يتحدث بطريقة مختلفة أو يتحدث من خارج هذه البلدان ويقول رأيه بصراحة بأكبر قدر من الصراحة لا أدعي أنني صريح مئة بالمئة ليس لخوفي من جهة محددة لكن احتراما لمشاعر كثيرين لا بد من أن نبقى بالنهاية إحنا أعضاء جمعة بشرية واحدة فلا بد أن نضع حسابا لمشاعر الجميع ولا بد أن ندخل في حلبة نقاش وليس حلبة قتال ومنافسة ومناظرات لا معنى لها ليس الهدف أن أفوز عليك أو تفوز عليك إنما ندخل في عالم الحوار والنقاش بما يسمح بأن نطور رؤانا وفهمنا لما يحدث ولأصول أصول ما يحدث أيضا طبعا هناك ثلاثة عنواع من أنواع استخدام الدين هناك الدين عندما باعتبار الدين أدات فهذا الدين هو أما تستخدم دول أولا دول تستخدم ثانيا تستخدم طبقات من التجار طبقات اجتماعية مختلفة ثالثا يستخدمه الأفراد كل في أسرته بالحقيقة أنه الدول كما رأيتم كيف استعملته أمريكا والعالم الغربي في مواجهة التحديد كان حل بصراحة حل ذاكي جدا ولكن من دفع ثمنه نحن والروس والدول هذه المساكين ولحد الآن ما زلنا يعني والنتيجة الآن أدنى ملايين الآن من الذين غسلت أدمغتهم ويظهرون لي هنا في القناة بين بين السطر وآخر يتحدثون وكأنهم يعني لا يعرفون بأنهم ضحايا لهذه المؤامرات السياسية وهي المؤامرات طبعا ليست نظرية مؤامر هي مؤامرات طبيعية وهذه المؤامرة التي حدثت من قبل الدول يعني ليست كلامي أنا كما رأيتم هو نفس الأمير السعودي ومع احترام الذي يقوم به الآن وتقديري وأتمنى أن يتوفق السعوديين في مسعاهم للخروج من الغسيل الدماغ الهائل الذي تعرضوا له وتعرضت له جميع الأمم المنطقة وشعوب المنطقة هم ربنا يحبهم وخلاهم طاهم أمير مثل محمد بن سلمان والآن هم في طريق التعافي والجميل أنه السعوديين أتهم رغبة بطاعة الأمراء و سير ويعني اهتداء بهديهم والسير على أمرهم لأنه نوعا ما هي البلد فيه عشائرية وفيه تواصل عشائري قوي ومتماسك هذا يساعد على سن القوانين وتنفيذها بدقة ودون أشكالات كبيرة على العكس من أدل بالأراق وسوريا ومصر تنوع هائل لدينا وهذه مشكلة يعني صحيح كنا دائما نفتخر بالتنوع الموجود لدينا لكنه كما ظهر الآن أو دائما بصراحة ظهر أن هذه يعني يعني عامل مدمر بصراحة عامل لم نحسن استخدامه يوما في تاريخنا كله من أيام منذ سقوط بابل على يد كورش الفارسي أو الإيلامي أو كانوا الإخمينيين لحد هذا اليوم نحن ندفع ثمن تنوع هذه المنطقة يعني امتدادا من العراق ومرؤ شمال سوريا وشمال سوريا وكانت تركيا شمال هذه المنطقة تركيا كانت منطقة لا وجود الأتراك فيها بزمن البابلين وزمن الفتح الإسلامي كانت كلها يونان ومسيحيين غالبا وعلوين أيضا علوين ظهروا لاحقا لكن هذه المنطقة ابتدادا إلى المصر هذه المنطقة كانت هي التي تسخر بالتنوع لكنها دائما تدفع ثمن القوى الكبرى المحيطة بها والتي يعني منذ تلك اللحظة لحد يومنا هذا نحن نضح ما يحدث والإسلام هو رد يعني حتى الإسلام نفسه هو رد على هذا التحدي المستمر من قبل الدول الكبرى في ذلك الزمان الفرس والروم والبيزنطينيين أيضا اللي هو جزء من أجهم وبعد ذلك أجدت الدولة الأثمانية وأيضا الصفوية وراها يعني القوى الاستعمارية الفرنسية والإنجليزية والآن النفوذ الأمريكي وصراحة مع النفوذ الإيراني الشيعي الذي يرفع شعار الشيع كمذهب وك كدين أختم وقول ما هو الهدف من هذا الفيديو ما الغاية منه يعني ما الذي أتينا فيه من الجديد من القول أقول بأن الغاية أنه علينا نعي قضية الدين الدين ليس هذا الذي أتى من السماء صحي هو قالوا أنه أتى من السماء لا يوجد دين ينزل من السماء هاي مسألة يعني لا يقولها إلا السدج أو قليلية المعرفة الدين لا ينزل من السماء الدين كمؤسسة لا يعني الدين ككلمة وكشيء في الذهن لأنه الناس ما جاءت تعرف ما معنى الدين عندي أكثر من حلقة عن معنى الدين ومفهوم الدين فبالتالي مسألة أنه الدين ينزل من السماء هاي مسألة غير موجودة أصلا حتى القرآن عندما تتفحصه تجد آيات لا تجد دين فيه هو يقول لك الدين الدين عند الله الإسلام لكنه ما معنى الدين الدين معنى الحكم فيقصد أنه الحكم للإسلام وحتى كلمة الإسلام فيها معاني كثيرا فهي المسألة مجرد كلمة أنه لا بد أن هناك حكم وهناك نظام للحكم ونظام الإسلام فهي الفكرة هكذا لكن ما هو الإسلام لا يتضح يعني الإسلام عندما تروح القرآن طولا بعرضا تجد أن هناك قصص الأنبياء وقضائم هذا وسرديات كثيرة لها علاقة بالماضي الشعوب المنطقة يعني ماضي ومعتقدات الشعوب المنطقة وأغلبها أصولها توراتية والتوراتية أصولها سومرية وبابلية وفرعونية فهو يعني القرآن الكريم به طبقات من طبقات ثقافية أركيولوجية أو جينالوجية بتعبير نيتشا فهذه الطبقات كلها تنضح من خلال كتاب مقدس اسمه القرآن هذا الكتاب هو الذي يقول أن الدين عند الله الإسلام لا بأس يعني ما في مشكلة وهذا الإسلام ورد على التغول الفارسي أو الشعوب الكبرى الدول الكبرى في ذلك الزمان إمبراطوريات الكبرى هذه الإمبراطوريات هي إمبراطورية الفرس واستمرت يعني الفرس بعد ذلك أجوا الصفويين وبعد ذلك يعني البيزنطيين اختفوا أجوا العثمانيين أثمانيين تبنوا الإسلام لكي يخترقوا المنطقة أيضا وفعلا اخترقوها واستمروا أربعمائة عام هذا الاستبرار غير منطقي لكن هذا اللي حدث يعني وبعد ذلك والنتيجة هذه الشعوب المنطقة هي بقت دائما ضحية للقوة الكبرى بعد ذلك ظهرت هذه المذاهب الجديدة هي أصلا نتاج القوة الكبرى يعني ليست مسألة نظرية مؤامرة الوهابية دعمها الإنجليز والقادانية ظهر دعمها الإنجليز أيضا وحتى جماعة الجناح في الهند وباكستان أيضا وكلهم دعم إنجليزي يعني واضحة المسألة وهي سياسة يعني وكان دعم الإنجليزي مسألة الصراع بين الهند والباكستان جناح الذي فصل يعني هو اسمه جناح راح من بالي اسمه الكامل هو جدة اسمه جناح هو صاحب هذه الحركة وهو تولى بعد ذلك كان وأيضا التلميذ أو الذي تأثر به المودودة المودودة اللي هو رفاء الشعاري الحاكمية والحاكمية اللي أخذها من عنده سيد خطوب ومن خلالها بنت بنا الأخوان عقيدتهم بشكل كبير هي أصلا هي أصلا لا حكم إلا لله المال الخوارج فهي استمرت المسألة وهؤلاء هم الذين دعمتهم بطريقة أو بأخرى بريطانيا لمصالحها الخاصة وأيضا هم باعتباره هم موثلين للمسلمين في الذكر المناطق أقول لك أنا أيضا أنا عندي شعب مسلم ومتدين فأنا استثمر وأتحكم بشؤونه باسم الدين لأنه لا يمكن أنه تعيش مثلا في بلد مسلم ومثل العراق في جنوب العراق فهل تنشر بينهم الليبرالية أو تنشر الاشتراكية أو تنشر الرئيس يعني أو تنشر مثلا الديمقراطية الدعوة الديمقراطية والعلمانية لا يعني تنشر بيناتهم المهم الثقافة الرائجة فيما بينهم علاقتهم على مستواهم وهكذا في كل بلدان العربية البضاعة المطلوبة هو يوفرها لهم الشيخ رجل الدين وكل من لديه طموح سياسي فهؤلاء هم المشكلة ليست في الدين بحد ذاته ولا في رجال الدين المشكلة في هذا يعني الأرضية الثقافية التي تقف عليها شعوبنا والتي من أتها تستمت كل رؤاها وأفكارها وثقافتها ومناهجها بالتفكير والأطر الذهنية التي تستطع من خلالها فهم العالم ورؤيتها وتحليل ورد والاستجابة لكل ما يحدث فيه وهي استجابة في مجملها هاي الأطر وهذا المناهج التفكير هي كلها نتاج القرون الوسطى ونتاج تخلف شديد دعمته القوى الغربية لمصالحها الخاصة وهذه العملية استمرت حتى عند الوهابيين قد ما تجعل البهائيين أيضا كان دعم لهم كورقة ضغط دائما تجد الإخوان موجودين في بريطانيا لماذا موجودين هناك الشيعة دائما موجودين هناك حتى المعارضين السعودية نفسه تلقى موجودين في لندن معارضين للأردن الدول مختلفة تلقاهم هناك معارضين دائما ورقة في أدراج الوزارة الخارجية البريطانية وهذا شعور يعني مو مسألة ثانية أتحدث بالسياسة هذا ليس شيء لكن هذا عمل منطقا هم لابد أن يراءون مصالحهم لكن نحن الذين لا نراء مصالحنا المشكلة بينا ثلاثة لهم الآخرين لأنهم استعملوكم واستعملونا بصراحة واستغلونا ونشروا بيننا قيم وقضايا لا نعرف حقيقتها ولا نعرف من تصدى لها كما نعرف جميعا بايدن نفسه طلع وحديث على مدى دساق دقائق تحدث في محاضرة في أمريكا يعني بايدن يعني من كان نائب الأوباما بيام داعش ودخول داعش قال أردوغان هو اللي أصر على أنه على أنه يسقط سوريا ويسقط سوريا ودخله الدواعش وعلى أساسه صارت عندنا دولة العراق في الشام وطلع عندنا البغدادي لأنه الحدود فتحها أي واحد يديروه للقاتل في سوريا والأراق حدود مفتوهة من قبل أردوغان وبيدن قال هم أصروا علينا يعني شين سويلهم هذا هو لحل فعلا لابد أن نستجيب لهم يعني برا نفسه يعني بايدن برا نفسه يعني سوى نفسه كأنما ما لا علاقة بالموضوع وحتى أوباما دعم الإخوان بطريقة معروفة لكن عندما أدو دين هؤلاء أنا أقول أنا ما أدين لكن ماذا نفعل ليأتي عندما واحد لسان نطويل على الآخرين لكن لسان يعني لا يراه أصلا غير موجود عندما نتحدث عن من دعمهم من من تولى نشر الفساد الديني أو السعار الديني بيننا وتولى رعايته وتصدي لكل من يحاول أن ينبه الناس يقولون ما هو الطريقة الذي تشترون فيه غرط طريق خطر والأحداث تثبت هذا دون جدوى لكن ماذا نفعل الناس لا تدرك أنها هي مصدر السلطة وليس هؤلاء يعني لا تدرك أن رجل الدين ورجل السياسي لا سلطة لهم السلطة موجودة في ذهنك أنت أخي أنت الذي تكافح وتلافح دفاعا عن الدين وتعتقد أن هناك من يحارب دينك لا خلي الدين لا تخاف عليه لا تخاف عليه ما يحتاج أنه تكافح وتنافح حتى تشوف شفوني عضو ناجح في القطيع خليك ساكت علاقة يا أخي خلي يعني الناس هؤلاء علاقة حتى أنت ما مقتنع بي ما مقتنع برأي ما مقتنع بالناس اللي يأتي مرأي مختلف ما مقتنع حتى بالملحدين الصرف لذين المتطرفين خلي لا هذا حتى يسوي توازن لأن ما معقول يعني دائما الكفة هي لها أولا فقط فعلى أقل أسكت يعني يقول يا به هذا هذول غلط ملحدين كفرة سفلة ينشرون الحلال لا بس خليه خليه حتى شوية هذول يخافون يعني يحسون أن هناك تيار معارض يعني ما يصير سوق واحد تاجر بالسوق هو بضاعة الوحيدة وأي واحد يجي جديد يطردو ما يصير لأن راح يبيعك بضاعة فاسدة وهي فعلا كل البضاعة المباعة الآن فاسدة يعني لماذا الشعوب لم تخلف لأن بضاعة واحدة تكره جماعة محددين فقط وهناك أيضا جماعة آخرين لديهم بضاعة فاسدة لكن ماركات مختلفة هذا ماركة سلفية وهي فاسدة بضاعة فاسدة وهذا ماركة شيئة مثلا اسمها ولاية الفقية أو شيء من هذا القبيل يعني مو مهم الأسماء المهم هما خمس ست تجار هما سيطروا على السوق شعوبنا و أكو يعني بضاعة فاسدة طالبانية مثلا فهي ست سبع نواع من بضاعة وهؤلاء يتصارعون فيما بينهم بعد بعد أن ابتلعوا السوق وابتلعوا جموع واختطفوا الناس ومنعوا أي محاولة لتنويل الناس وتعريفهم بحقوقهم وبما فقدوه وخسروه على الأقل فالغاية من هذا الفيديو هو وعي الإنسان جعل الإنسان يعي بمواقفه يعي ما يحدث يفكر بمعنى الدين يعرف ما هو الدين يعرف أن هذا الدين ليس مقدسا إنما هناك آلاف من الفقهاء والعلماء والذين كانت تصرف عليهم الدول ومؤسسات ولديهم قوة ولديهم جوامع كل واحد أدى جامعين ثلاثة في كل شارع هذا شغل شغل على مستوى عالي صار عندك الدين بينما الدين لم ينزل من السماع يعني يجا الرسول الرسول الكريم أجا قال أعبد الله انتهى الموضوع أعطي الله ورسوله وهنا مبادئ بسيطة جدا وكل انخضاع الهوى ولم ينفع لم تنفع إلا بالقوة العسكرية ودخل الناس في دين الله أفواجا يعني ما دخلوا مؤمنين هو يقول لك إنما العراب أشد كفرا ونفاقا يقولوا إنما أسلمتم ولم تؤمنوا يعني فهي حتى الدين الإسلام نفسي لكان مش مشكلة يعني المهم أنت تسلم وتخضع وتقول أن دين الله هو الإسلام يعني الحكم للإسلام المعنى من الحكم مثلا للاشتراكين الحكم لليسار الحكم لليمين الحكم للتتار الحكم للمذهب النصطوري مثلا فكل واحد أدى لكل حزب بما لديهم فرحون فيقول لك طبعا يقول لك أنا الدين عند الله الحكم هو للإسلام طبعا يعني قابل شغلك الحكم للمسيح هو جاهز يجيب لك دعوة ويقدم لك دعوة يقول لك يعني تعال هذا الحكم حكم إسلامي فهو يعني إذا يقول لك الحكم مسيح يقول لك أنت شن العاد يعني 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 ماكو واحد يزعم حزب ويزعم مشروع ولديه رسالة ولديه دعوة ويقول دعوة هي للحكم لشيء آخر فبالتالي يعني يعني ينابزون الدين عند الله الإسلام طبعا يعني قابل يريد يقول لك دين عند الله مثلا البودية مثلا فبتقبل غلط وأقول أهداف أن نكون صريحين من أهداف أنه وعي الإنسان من واقفه من واقفه وعي قضية الدين كما قلت أيضا ثالثا دعوة بشجاعة دعوة لشجاعة التفكير والتحليل علينا نفكر نحلل نناقش هذا ما أنا أتحدث معك لا رأسا تركض وتصنفني هذا عميل هذا كافر هذا كذا هاي لغة الاتهام لغة معيبة الآن لغة تكشف عن كل الإنسان على مستوى المتواضع مستوى الدوني الخاضع الذي لا يفهم الأشياء ولا يريد أن يفهم ومن لا يريد أن يفهم معناته هو واحد من أتهم واحد من الذين يشرفون على غسل أدمغة وتشويه العقول وتدميرها فواضح يعني فعندما كل ما أنا أنا سألت دي قاعدة أنه أي شخص يعني يصر على أنه يرفض أن يمارس كل إنسان حقه في طرح رأيه رأيه على الأقل ويتهم بهذه أو تلك هذا بالشيء إما حالتين إما جاهل جدا وهذا لا ينفع معه يعني أو بالعكس ينفع معه الكلام لكن الآخر الذي هو يبدو مستفيد ولده حشم وخدم وقصور وأموال وما على ذلك من الفوائد والعوائد المادية المادية مهم يقول لك إحنا هذا الدين روحي روحي ما بي مادة إحنا هذول ماديين كفر منحلين يدورون شهوة فهذا اللي يحكي بالمادة هو نفسه رب المادة هو عايش على المادة وعد أملاك وقصور وعولاد يعيشون مرفهين وأحدث الأجهزة وأحدث السيارات وأحدث وأعلى القصور يعني يتناعمون أو يغارقون في بحر المادة لكنه ينابزك بالمادة مثل عدد جسمه هذا كان بالنجف يقول التوليش يعني هو الموكب السيارات مالت السيارة سأره خمسين سبعين ألف دولار يعني الموكب مالت حدود مليون ثلاث ملايين دولار بس الموكب السيارات وهو يقول للعراقين يقول ليش الراتب يكفي راتب ورقتين بالشهر يمكن 200 دولار بالشهر يقول يعني ممكن تصرفون 30% من عند يعني تصرفون 60 دولار بالشهر وتحتوظون 140 دولار ليش تصرفون زيادة يعني وهكذا تخيلوا هؤلاء كيف يفكرون طبعا وجات بهذا الكلام و يقول لا أنت لازم يدعو للزهد والموكب هو الواحد بس الموكب عدل القصور والأملاك والتي والتي اسمه جلال الدين الصغير أعتقد أنا حتى أنا ما لألاقة بالأراق حتى عفته ولا أفكر به أخيرا أقول أن اعتبار مسألة الكذب مسألة غير مشرفة مسألة تمس الشرف كل إنسان يكذب سواء وعلي أن يدرك دائما كل إنسان دعوة إلا بالصدق الصدق الكامل مع الذات ومع النفس ومع الآخرين وعلى الأقل صدق مع نفسك أن تفهم ما يحدث وتدرك ما يحدث ولن تخسر أي شيء لن نخسر سواء قيودنا كما يقول الذكر إنجلس أعتقد أو ماركس ولو يعني ماركس انتهى يعني بس الرجل يحترم لأن كان في زمنه قدم كان سعيا لإنقاذ العمال البؤساء في زمن الثورة الصناعية وفعلا نجحه الآن العمال لا وجود العمال الرئيس مالية تطورت بفضله وأخذه الشرقيين وأساءه لبلدانهم يعني موضوع هذا الضخم راح أتناوله لحظ لكن أنا لا علاقة لا بالسياسة ولا سياسيا ولا ماركسيا ولا رئيس ماليا ولا غربي ولا شرقي ولا متدينا ما لألاقة بكل هذه الأشياء وأمري ما كان لألاقة بالسياسة ولا الدين ولا الحركات السياسية العلمانية ولا الحركات الماركسية ولا الحركات القومية ولا البعثية ولا كلها ولا لألاقة بها كلها أنا مجرد رجل يقرأ يقرأ ويفكر هاي متأتي في الحياة فقط ومستعدة غير أرائي في أي لحظة شكرا جزيلا وعلى سلامة موسيقى موسيقى موسيقى